ولد إيلاي ثعبان البحر وجميع أصدقائه في المياه العميقة لنهر كورلسي أطفال شفافة بالغة الصغر يفقسون من البيض ويطلق عليهم اسم اليرقات تيارات المحيط تدفع إيلاي وباقي اليرقات تجاه الجنوب حينما يطفع عبر تيارات المحيط إيلاي يبدأ في النمو ليصبح شكله كشكل ورقة الشجر اعتمادا على التيارات يمكن أن تنتشر اليرقات في جميع أنحاء جنوب أستراليا أما في بعض السنوات فلا تكون التيارات بنفس القوة لذلك فإن اليرقات لن تنتشر بعيدا لحسن حظ إيلاي حمله تيارا قويا ووصل إلى خليج بورت فيلب بمجرد وصول إيلاي إلى خليج بورت فيلب يبدأ في تغيير شكله أو التحول وأخيرا يتخذ شكل ثعبان البحر نظرا لأنه يشبه ثعبان البحر ولكنه لا يزال شفافا يطلق عليه اسم الأنقليس الزجاجي ثم ينتقل إيلاي وباكل الأنقليس الزجاجي بالقرب من الشواطئ تفضل الثعابين بشكل طبيعي العيشة في المياه العذبة بدلا من مياه المحيط المالحة لذلك أثناء وجودهم بالقرب من الشواطئ يبحث إيلاي القليس الزجاجي وأصدقائه عن الأماكن التي تندفق فيها الأنهار إلى المحيط والتي يطلق عليها اسم مصبات الأنهار بمجرد وصوله إلى المياه العذبة يبدأ إيلاي في تطوير ألوانه حيث يتحول إلى اللون الأخضر الزيتوني الغامق في الأعلى واللون الفضي على بطنه وهو معروف الآن باسم ألفر بعدما كبر وتشكل لونه يمكننا أن نرى كيف حصل ثعبان السمك قصير الزعانف على اسمه تبدأ الزعنف الزهرية بالتحول لإيلاي دي ألفر قبل الزعنف الشرجية مباشرة الأنواع الأخرى من الثعابين لها زعانف ظهرية أطوى بكثير تفضل الصغار العيشة في المياه بطيئة الحركة بدلا من التيارات السريعة في النهر لذلك يصبح إيلاي إلى أعلى النهر للعثور على مكان أفضل للعيش فيه بحلول الوقت الذي يصبح فيه إيلاي دي ألفر وأصدقائه في اتجاه المنبع يكون فصل الربيع قد حل منذ ألاف السنين احتفل شعب بون ورنج بعودة ثعبان البحر في الربيع حيث كان ينظر إلى وصوله على أنه علامة على الإزدهار عادة ما يضع بون ورنج أفاخا منسوجة طويلة في الأنهار لصيد الثعابين حتى يتمكنوا من أكلها فكانوا يطبخون بعضهم على النار ويدخنون البعض الآخر للحفاظ على أكلهم بعد موسم ثعبان البحر نظرا لأن المدن مبنية على قمة الأنهار والجداول القديمة فإن الثعابين تصبح في الأنهار حتى تصل إلى المدن تتصل المصاريف مياه الأمطار في المدن بالتيارات لذا تصبح الثعابين داخل تصريف مياه المدينة تحت الشوارع في محاولة لتجاوز المدن إذا واجهوا عقبة في طريقهم مثل شلال أو سد يمكن أن تخرج الثعابين من الماء وتنزلق مثل ثعبان من حول العقبة يتم تثبيت سلالة من الأسماك في القنوات الحضرية لمساعدة الثعابين والأسماك الأخرى على التحرك من خلالها في النهاية يجد إيلاي دي ألفر بحيرة للعيش فيها بينما ينهي نموه يمكن أن يصل طول هذه الثعابين إلى أكثر من متر وتنمو الإناث أكبر من الزكور إيلاي هو ليلي لذلك في الليل يسبح في المياه الضحلة بقرب من حافة البحيرة للبحث عن الطعام يأكل مجموعة متنوعة من الأطعام المختلفة بما في ذلك العديد من أنواع الأسماك والديدان والقشريات الصغيرة والرخويات وأحيانا النباتات المائية بمجرد أن يكتمل نمو إيلاي ثعبان البحر يبدأ في الاستعداد لرحلة طويلة إلى المحيط لينجب أطفالهم يستغرق نمو الذكور مثل إيلاي حوالي 14 عاماً بينما تستغرق الإناث حوالي 18 إلى 24 عاماً يبدأ في تناول المزيد من الطعام حتى يتمكن من زيادة الدهون في جسمه باستخدامها قوقود خلال رحلته الطويلة بعد ذلك يصبح إيلاي مرة أخرى عبر جميع الجداول إلى خليج بورت فيليب ثم إلى المحيط خلال هذا الوقت جون وورنغ تبدل مصائدها لكي تتمكن من استياض المزيد من الثعابين لتتناولها لكنهم يحرصون من أن البعض لا يزال قادراً على الهروب إلى المحيط لإنجاب الأطفال إيلاي يصبح ضد الطيار الذي جره جنوباً كطفل ليعود إلى بحر المرجان أما بالنسبة لبعض الثعابين يمكن أن تزيد هذه الرحلة عن 3000 كم بحلول الوقت الذي وصل فيه كان إيلاي قد استخدم كل الدهون التي وضعها قبل رحلته الطويلة ويبدو نحيفاً جداً لقد تعب من الرحلة لدرجة أنه بعد فترة وجيزة من إنجاب الأطفال وتحقيق هدف حياته يموت إيلاي من الإرهاق ثم تبدأ الدورة من جديد مع أطفال إيلاي حديثي الولادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر